اشتركوا في القناة للمثل السوري تايم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاق الكيلاني وبعد تكتمن عن الموضوع وما علقوا عليه إذا كان صح أو غلط كان لافت للمتابعين مبارح إعجاب وفاق بصورة تايم اللي نشرع صفحته الخاصة لشخصيته الجديدة بمسلسل أنا وتفعل المتابعين مع خطوة وفاق هايدي واعتبروا أنه بتأكد بأنه الأخبار اللي انتشرت عن طلاقهم منا صحيحة وأنه علاقتهم طبيعية أثارت إطلالة المسل المصرية بسمة بمهرجان القاهرة السينمائي جدل واسع عمواقع التواصل الاجتماعي لأنه بيّنت لابس فستان نسخة عن فستان للمصمم اللبناني العالمي إلي صعب واتهمة لمتابعين بالسرعة وبعد هالجدل علقت بسمة وقالت انتشرت هايدي الصورة وانبعتت لي أكتر من مرة طبعا الاعتذار واجب لإلي صعب نحن ما كنا عارفين الفستان من تصميم مين بس لأنه كتير حلو أنه عمل بدون ما يتغير فيه شيء وتابعت انغرمت بكل تفاصيل الفستان باعتذر من إلي بإسمي وإسم فريق العمل يلي تعاونت معه وبتمنى يعتبر الفستان تقدير منه لمصمم يمكن بيوم من الأيام يحلفنا الحظ وإلبس من عنده بعد ما أثارت أنجيلا بشارة زوجته السابقة للفنان اللبناني واقل كفوري جدل كبير مبارح لأنه نشرت صورة عبرت فيها عن حزنة لأن بناتها ميشيل وميلانا ما رح يكونوا معه بليلة عيدي الميلاد هالسنة ولأول مرة وهو الشي اللي خلى الامتبعين يسألوا إذا كان واقل أخذ البنات منه أكدت مصادر لموقع الفن أنه ما في مشكلة بين واقل وأنجيلا بخصوص هالموضوع وتابعت مصادرنا أنه واقل بلغ أنجيلا عن طريق وكيله القانوني من كم يوم أنه بده يستقبل بناته عنده ليلة عيدي الميلاد وهالأمر من الطبيعي أنه يسبب توتر لأنجيلا وخاصة بهيك مناسبة ويلي كتبته على صفحيتها الخاصة كان ردة فعل عفوية لترجع تمحي كرميل ما ياخد أبعاد تانية عرف موقع الفن أنه لممثل السوري مصطفى الخاني نصاب بفيروس كورونا ونقلوه على المستشفى بعد ما تقزمت حالته الصحية مصطفى كان حسب التعب وارتفعت حرارته وهو الشي اللي خليه يعمل فحص كورونا وطلعت النتيجة إيجابية وبعدين فقد مصطفى حسيت الشم ودهورت حالته الصحية ونحط على جهاز أكسجين ليساعده على التنفس وبحسب معلوماتنا أصحابه لمصطفى توقعوا أنه يكون لقت الفيروس من كم يوم لما بوقت مأخر بالليل نقل جاره على المستشفى ويلي تبين إصابته بالفيروس قريبا رح تصير أسرار حياة الفنان العراقي قازم الساهر وعائلته متوفرة للجمهور بعد ما كشف خيه حسين جبار تحضيره لإصدار كتاب توسيئة بيروي سيرة قازم العائلية والمحطات اللي واجهته والصعوبات اللي تخطيها من وقت انطلاقته الفنية بنص ثمانينات القرن الماضي وكتب جبار على صفحته الخاصة كملت من سنتين كتاب اللي بيحمل اسم قازم الساهر وعائلته أكتر من 400 صفحة كتبته بكل صدق وأماني وإخلاصه موضوعية وبعد جلسات مع قازم اتجاوزت الخمسين جلسة وعاشت أنا شخصيا أحداث بتتعلق بقازم وحياته وفنه وتابع ومع أنه منعني قازم من نشر الكتاب بالبداية كرمال مشاعر البعض رح يصدر الكتاب بإذن الله بأول السنة الجديدة اشتركوا في القناة